السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفني هنتقابل النهاردة في حلقة جديدة على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني وهنكمل مع بعضينا باقي أجزاء التمديلات الكهربية أو التوصيلات الكهربية للصف الثاني تخصص تركيبات ومعدات كهربية خلينا نفتكر مع بعضينا أن احنا في المرة اللي فاتت كنا اشتغلنا جزء منه توصيلة الجرس بأنواعه ممكن أن أنا أعمل أن الجرس بتاعي يشتغل من أكتر من مكان اشتغلنا على توصيلة مفتاح السلم ومفتاح التصالب وعرفنا إزاي نتعامل معاه هذه الرسومات النهاردة المفروض أن احنا هنبدأ به دوائر التوحيد لكن معاه هناخد حاجة اسمها توصيل مكينة السلم أخدناها المرة اللي فاتت والمرة دي هناخد الجرس بتاعنا ونشوف إزاي نتعامل معاه من أكتر من مكان في الأول خالص خلينا نقول أن أنا عندي هنا في الدائرة الخطية بتاعتي دائرة تحتوي على جرس الجرس ده زي ما حضراتكو هنا شايفين بالنسبة لي دي دائرة الخطية بتاعته اللي أنا بتكلم عليها هنا ده رمز الضغط بتاعي هينزيله سلكين المنبع نفسه جاي منه سلكين ثم بعد ذلك الجرس نفسه رايح له سلكين إزاي ننفذ الدائرة دي ونحولها من دائرة خطية إلى دائرة تنفيذية في الأول خالص خلينا نقول أن مبدأيا أنا برسم المكونات بتاعتي اللي هي برسم الجرس بتاعي وبعدين برسم الضغط ثم بعد ذلك برسم المصدر بتاعي هنا حضرتك موجود مصهر أو فيوس هنا مش موجود في الدائرة الخطية تمام؟ مش موجود في الدائرة الخطية حضرتك ممكن تحطه ممكن تستغنى عنه لكن أنا هنا بأمن نفسي أو بأمن الدائرة بتاعتي بأن أنا أحط المصهر بتاعي وبقول هنا أن المصهر موجود للأمان أو للحمية تمام؟ طيب بنوصل إزاي؟ توصيلة الضغط هي بالزبط نفس توصيلة اللمبة العادية مع المفتاح المفرد يعني يا مستر؟ يعني هتلاقي حضرتك دلوقتي أن في طرف عندك بيروح للجرس اللي هو نيوترال بتاعنا والليم بيروح على الضغط مكان المفتاح والطرف الثاني بتاعي بيبدأ ياخد من الجرس ويروح إلى الضغط أو العكس بحيث أن أنا أتحكم في الطيار بتاعي طيب الكلام ده احنا عايزين ننفزه بعد إذنك ما فيش مشكلة خالص احنا مبدئيا هنرسم كروكي لأن احنا كنا استخدامنا الأدوات في المرة اللي فاتت فهنبدأ في الأول خالص نقول آدي عندي المنبع بتاعي تمام؟ آدي نيوترال وآدي الليل دول بيمثلوا إيه يا شباب؟ دول بيمثلوا مصدر الطيار بتاعي اللي هو المنبع اللي هو المفروض أنه هو جهده مئتين وعشرين فولت المنبع ده اللي موجود عندنا كلنا في البيوت يعني عندي وعندك في البيت احنا بنشتغل بالجهد ده وكل الأجهزة الكهربية اللي عندنا بتشتغل بهذا الجهد أو بهذه القيم عندي الضغط بتاعي بيكون عبارة عن نقطتين ما بينهم ريشة هنا الفرق ما بين المفتاح العادي ده وما بين المفتاح اللي هو كان موجود المفرد أو المجوز بدأ ضاغط بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو بيشتغل بالإيه؟ بيشتغل بالضغط طيب رمزه حتى هتلاقوه مختلف عامل زي حرف الإيه كده شرط وطلعة وشكل حرف الإيه هناك كنا بنوع عن المفتاح إيه تي وفي يبقى هنا إحنا بنقول إن فيه فرق ما بين شكل مفتاح في الحالة دي عن الحالة التعليم طيب الجرس بتاعي عبارة عن إيه؟ ها إحنا متفقين أقلين المرة اللي فاتت عبارة عن نص دايرة كده وليه كم طرف وليه طرفين يبقى إحنا في الأول خالص بنرسم إيه؟ بنرسم المكونات بتاعي طيب رسمنا المكونات كلنا نعرف نوصل صح لكن أنا محتاج إن أنا لما أقوم بعملية التوصيل ما يحصلش بالنسبة لي تقاطع ما بين الأطراف وبعضيها إزاي؟ يعني حضرتك دلوقتي وإنت بتوصل المفروض إنك تراهي حاجة زي كده علشان كده حضرتك مبدئيا بنقول دايما إن أنا باخد أول طرف عندي بوصله على اللاين تمام؟ والنيوترال بيوصل مباشر على الحمل الحمل هنا بيمثله مين؟ الحمل هنا بيكون بالنسبة لي هو الجرس بتاعي يبقى دخلت اللاين على المفتاح أو على الضغط ودخلت النيوترال على الحمل اللي هو بالنسبة لي هو الجرس طيب الطرف التاني بقى الطرف التاني بتاعي اللي هو خارج من الضغط بتاع الجرس يروح ياخد الطرف التاني اللي جاي من إيه؟ من الجرس نفسه يبقى أنا هنا دلوقتي اكتملت الدايرة الكهربية آه اكتملت الجرس أصبح واخد نيوترال مباشر واخد أرض مباشر وواخد اللاين عن طريق مين؟ واخدأ نطلعها عن طريق الضغط بتاعي. اشتغل ازاي مستر? الموضوع بسيط جدا. المفروض ان انا هكامل الدايرة بان انا هضغط على المفتاح. لو ضغطت على المفتاح بالشكل ده هيمر طيار معايا وبالتالي يوصل للجرس ويبدأ الجرس يديني انزار او يديني علامة ان في حد موجود معي. طيب الدايرة دي ممكن احنا نعمل منها اكتر من دايرة. ازاي? يعني بدل ما يكون عندنا مسلا يعني آآ جرس واحد ممكن نخليهم اتنين. وبدل ما يكون عندي ضغط واحد ممكن يكون اتنين اكتر. طب انت حضرتك محتاج كده في ايه يعني? ايه الفكرة في ان انت تخلي عندك اكتر من ضغط? بمنطهة البساطة انت ممكن تكون عندك الضغط بتاعك فعايز تعمل آآ واحد عند الباب الرئيسي بتاع الفلا او البيت او الشقة بتاعتك. والتالي مسلا عندك باب داخل عايز تحط كمان عنده واحد يبقى انت عندك اكتر من ايه? اكتر من مكان. طيب نعملها ازاي? بسيطة جدا. الضغط ده هوصل او هرسم ضغط تاني كمان زيه. كويس? النقطتين. وادي الريشة. وادي حرفين ايه? زي ما احنا خلاص ايه? متعودين. طيب. الضغط ده عشان اوصله مع ده بحيس ان الاتنين يقدوا نفس الدور. هوصلهم على التوازي. يعني ايه على التوازي? ها? ايوة. برافو عليكم. اللي هو ايه? بداية مع بداية. والنهاية مع الايه? مع النهاية. كده حضرتك عندك اصبح عندك مكانين. مكان اسمه ايه? مكان اسمه بي. الجرس ده يقدر يشتغل من اكتر من مكان. وبالتالي تبقى انت حضرتك هنا حققت المعادلة بتاعتك اللي انت كنت محتاجها. انك تخلي الدايرة بتاعتك ضاغط او ضاغطين او تلاتة. هيبقى نفس الفكرة او نفس الكايفية. هتحط عدد الضغط اللي انت محتاجها. وتوصلهم كلهم على التوازي. يعني ايه توازي? يعني كلهم نفس البداية. وكلهم نفس الايه? نفس النهاية. طيب. لو كانت الدايرة دي بس انا عايز اكبرها شوية. ايه هتعمل فيها ايه? بدل ما هو يكون مسلا جرس واحد يكون عندي اتنين. اه الصوت مش سامعه. عايز احط واحد في الصالة واحد في المطبخ. علشان لو حد جوه مسلا يقدر يسمعنا. فانا عايز اه يبقى عندي اه التنبيه بتاعي اكتر شوية. فمحتاج ان انا احط ضاغط كمان. طيب هتحطه ازاي الضغط التاني ده بقى? بسيطة جدا. هتحطك ضاغط بتاعك او الجرس بتاعك ده. هترسم واحد تاني معاه. بنفس الشكل او بنفس الايه? الكيفية. ودي ليه كم طرف? ادي واحد ادي اتنين. كل اللي انت هتعمله انك هتوصلهم على التوازي. يعني ايه مستر على التوازي? يعني النيوترال ده اللي ادى للضاغط الاولاني او للجرس الاولاني يدي للجرس التاني. والطرف اللي جاي من المفتاح ده او من الضغط يدخل عليه يدخل على الجرس التاني. يبقى هنا مجرد ما ضغط من اي مكان فيهم اللي اتنين مع بعديهم يشتغلوا. هنا انا بقول ان الضغط على التوازي. وكمان بقول ان الاجرس نفسها على الايه? على التوازي. خد الفكرة دي بقى وانت تبدأ تنفس بها افكار كتير جدا. يعني ممكن تعمل بها حاجات غير اللي انا بقولها دي. انك تعمل تلات واربعة وخمس اماكن. وممكن حضرتك تعمل اكتر من جرس او ممكن كمان نعمل حاجات تانية خالص. ايه هي يا مصر? ان حضرتك مسلا فلنفترض ان اه صاحب البيت او المكان اللي انا هعمل له التوصيلة دي مسلا اه اصام ما بيسمعش. مسلا يعني معاق. طب نعمل ايه? هو اصلا مش هيسمع صوت الجرس ده. يعني الجرس ده لما يرينه اصلا هو مش هيسمعه. وبالتالي عنده مشكلة. طب ننبهه ازاي ان في حد جاء برا الموضوع بسيط جدا. هابدأ اوصل مع اه ضاغط ده لمبة. اللمبة دي هوصلها على اه التوازي برضو. اللمبة دي مسلا ممكن اخليها لمبة ملونة. لون مميز. علشان اعرف الشخص اه المعاقل اللي عندي في البيت ده او اللي موجود في المكان ده. ان انت اه ما بتسمعش اه اوكي بس عندك حل تاني ان انت بتشوف. فانا هستخدم اه حسب النظر بتاعته. وابدأ اقول له ان لما اللمبة دي تنور معناها ان في حد موجود على الباب. ابدأ افتح الباب بتاعك. طيب نوصلها ازاي? عادي جدا. زي ما وصلنا الاتنين دول. اللي هي ايه? ها? النيوترا اللي يكمل معنا على طول. يدي للنبة بتاعتي. كويس? لحظوا ان انا كل ما باعمل تفريعة باعمل نقطة اتصال. وخلي بالك كمان ايه? ها? مغلقة مظلالة يعني. تمام? طيب. وآه دي التاني اهو اهو. اهو دي رقم ايه? رقم اتنين. يبقى هنا بالنسبة لي قدرت اعمل اه حاجة جديدة. بقى عندي الجرز اه رقم واحد. بقى عندي كمان الجرز رقم اتنين. وبقى عندي كمان لمبة. ممكن نسميها احنا كمان ايه? لمبة اشارة. الديلة بتاعتي اشتغلت من آآ ضاغط. قدرت اصممها من ضاغط واحد. او قدرت اصممها آآ من ضاغطين. هنا انا آآ كنت حابب ان انا ادي لك اكتر من فكرة. بحيس ان حضرتك تستخدم هذا الكلام في حياتك العملية. مش بس منهج جراسي بنزرسه. لا احنا ممكن كمان نحل به بعض المشكلات او بعض المشاكل. آآ زي ما حضرتك كده لو انت دائرة الجرس بتاعتك موجودة آآ او هتصممها لواحد آآ عنده اعاقة. فهنا حضرتك هتستعين بهذا الكلام وتحط معها مسلا ايه? لمبة اشار. لو المكان بعيد وحضرك عايز تحط اكتر من جرس فبرضو نفس القصة نقدر نحط ضاغط او مجموعة من الضاغط على التوازي. لو الصوت ضعيف او انت عندك المكان واسع وكبير فممكن تتكرر آآ لاجراز بتاعتك وتحط العدد اللي انت حضرتك عايزه بالشكل اللي يعجبك. واحنا هنا آآ عايزين بس نقول ان احنا بنربط ما بين الحياة العملية اللي احنا موجودين فيها وما بين المنهج الدراس اللي احنا بندرسه مش عايزين نحس ان احنا بندرس حاجة آآ مش موجودة او احنا مش بنتعامل معها. يبقى احنا في رسمة واحدة غطينا كل اجزاء الجرس آآ الكهرابي. تمام? سواء كانوا آآ ضاغط واحد مع الجرس. او ضاغطينا على التوازي مع الجرس. ممكن اعمل جرسين مع بعضيهم. او احط معهم كمان لمبة اشارة او لمبة آآ بيال. استخدمها في حالات خاصة زي ما احنا عرفنا مع بعضينا. طيب نشوف دايرة كمان مع بعضينا. هنلاقي هنا انه آآ مديني بقى آآ جرسين. الجرسين دول بالنسبالي بيستخدم معهم ضاغط واحد بس. بصوا معايا كده هتلاقيه موجود قدام حضرتك. آآ عندي اهو. آآ بالنسبالي الضاغط بتاعي موجود. آآ عندي جرس. عندي اتنين. ممكن اعمل تلاتة. ممكن اعمل اربعة. بنفس الفكرة اللي احنا نفزناها آآ مع بعضينا دلوقتي. آآ حاجة جديدة بقى خلينا نكون مع بعضينا كده بشويش. هو ازاي حضرتك آآ توصل لي حاجة اسمها مبين ارقام او مبين اجرس. يمكن دي بعض الناس شوية تقول ايه الهدف او ايه الفكرة منها. احنا ممكن نمثلها او نديها آآ مثال آآ بسيط جدا في حياتنا آآ العملية. خلينا هقول لحضرتك لو مسلا يعني فرضا ان آآ حضرتك دلوقتي كنت شغال. وعندك مسلا عندك حد بيبقى موجود في المكاتب علشان آآ يعمل شايل للناس. تمام? آآ عنده مكتب اتنين تلاتة اربعة عشر. عنده مسلا عشر مكاتب. لما الجرس يرين علشان يستدعوه. هيجي يعمل ايه? هو مش عارف مين اللي بينادم عليه. صح كده? يعني مش عارف المكتب رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا الحال. احنا بقى هنعمل له حاجة او هنركب له حاجة اسمها مبين اجراس او ايه? او مبين ارقام. فكرته بمنطقة البساطة ان بعدد المكاتب اللي موجود عندي هيكون عندي ارقام. يعني مسلا انا هجيب واحد خمس ارقام علشان يغطي الخمس مكاتب بتوعي. فبيبقى عندي في كل مكتب ضاغط. ضاغط زي ضغط الجرس بالزبط بضغط عليه. بيرن الجرس. لكن مع رنة الجرس دي المفروض ان الرقم اللي هو كان بيرن بيه يظهر معي. وبالتالي هو موجود مكانه يقدر يقول لنا هو مين اللي بينده عليه او مين اللي محتاجه. فيقدر يوصل لصاحب آآ رنة نفسها. ويبقى انا هنا دلوقتي يديرت افاهمه مين اللي عايزك بالزبط. ممكن نعملها بفكرة تانية. ممكن حضرتك مسلا على سبيل المسال عاملين جرس آآ لمسلا بواب العمارة عندنا مسلا. فقلنا هنعمله آآ مبين تحت بحيس ان لما شاء كون محتاجه هتضغط على الضاغط. فيعرف الشاء اللي عايزة رقم واحد ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة. وبالتالي احنا هنا بنساهل على نفسنا وبنستخدم هذه التكنولوجيا في ان احنا نوفر وقت ونوفر كمان مجهود. طيب احنا هننفذها ازاي حضرتك دلوقتي وهنعملها ازاي. الموضوع بسيط جدا انت هتركب ضاغط في كل دور او في كل شقة وهتوصلهم على المبين اللي انت جايبه بعدد الادوار بتاعتك او بعدد الشقة بتاعتك. وبعد كده بتخلط الخارج بتاعهم وتوصله على آآ المبين. وبالتالي مع رنة الجرس بتاعك يرين الرقم اللي انت آآ كان بيطلب او بيستدعي الشخص ده. وبالتالي نقدر نحدد هو مين. هنشوف مع بعضينا دلوقتي الكلام دي نفذه ازاي. هنبدأ في الاول خالص نقول كالعادة ان انا عندي المنبع بتاعي. المنبع العادي جدا بتاع المتين وعشرين فولت. هما كان طرف يا مستر هما طرفين. هادي النيوترال. وهادي اللاين. طيب بعد كده. المفروض ان انا عندي ايدي الجرس بتاعي اهو. ايدي الجرس. تمام? آآ حضرتك دوقتي في الرسم اللي فاتت كنت رسمه بالعرض. رسمته ووقفته كده ليه? مفيش مشكلة خالص. هو كعنصر بالنسبالي مش فرق معي اتجاه عامل ازاي? اللي يهميني هنا او بالنسبالي هي طريقة التوصيل تكون صحيح. طيب. احنا عندنا مسلا كم دور وليكن مسلا هنقول عندنا مسلا تلات دهور. مسلا وليكن او تلات شوعة. عايزين نحط لهم آآ مبين ارقام. فالطبيعي ان المبين هنا هيكون هحط ضواغط بعدد الايه? بعدد المكاتب بتاعتي او بعدد الشواء بتاعتي. ادي الضغط الاولاني. ايدي الضغط آآ التاني. تمام? ايدي الضغط التالت. كويس? طيب يبقى دول كم ضغط كده? تلات ضواغط. طيب. عندي ايه كمان? كل ضغط من دول هيكون اصلا هيتوصل على ملف داخل مبين الارقام. المبين الارقام ده بتبقى فكيرته بمنطقة البساطة. بيكون عبارة عن ملف. الملف ده آآ طبعا طالما قلت ملف بقى لازم ان يكون ايه? ايوا. برافو عليكم. مظلل. لو انا سيبته كده من غير تزليل. معنى كده ان ده مش ملف ده حاجة تانية. ان هو مقاومة او لو جوها خدت ويبقى ايه مصر. الملف ده قدام موريشة بتهتز وجواها ايه? بايرة فيها الرقم. يعني مسلا رقم ايه? واحد. اه والقصة نفسها تخش على الملف التاني. جميل. ويقول لي هنا مسلا ان ده ايه? ان ده مسلا رقم اتنين. ونفس الكلام هنا التالت. ويقول لي ان انا عندي هنا ملف كمان. الملف ده قدامه ايه رشتين. وفي الاخر دا ايه مكتوب فيها رقم ايه? رقم تلاتة. يبقى كل رقم من دول يا حضرات هيقول لي او هيوصل لي معلومة ان انا عندي هنا ايه? ان انا عندي الرقم ده اللي بيرينة او ده او ده وبالتالي يبقى انا هنا ممكن اسميه مبين ارقام او ممكن اسميه مبين ايه ايه اجراز. طيب هنوصل ازاي? احنا كده رسمنا المكونات ده الجرس وده المبين بتاعي بتلات ارقام او بتلات آآ ملفات. وعندي هنا آآ ضواغة بتاعتي تلات ضواغة موجودين عندي. التوصيل? توصيل سهل جدا. طيب هنوصله ازاي? كالعادة احنا متفقين على مبدأ من اول خالص. ان دايما وابدا النيوترال يدخل مباشر على الحمل بتاعي. كويس? واللاين يبدأ يدخل على المفاتيح. يشوفوا بقى يعمل ايه بقى? يدي للتلات مفاتيح. يعني كلهم ياخدوا ايه? كلهم بياخدوا طيار. يبقى النيوترال دخل على الجرس واللاين دخل على آآ ضواغة وبالتالي كلهم اصبحوا يحملوا طيار كهرب. طيب. ايه لا يحصل? المفروض ان انا باخد الخارج بتاع الملف ده والخارج بتاع الملف ده والملف ده. التلات ملفات دول باخد الخارج بتاعهم التلاتة. واوصلهم على مين? واوصلهم على الجرس بتاعي. يبقى انا هنا مجرد ما ضغطت ضغطة على اي واحد من التلاتة دول يعني مسلا ضغطت هنا مسلا يبدأ يمر الطيار يدخل في الملف ده. في يرين الجرس بتاعي يوصله طيار. وفي نفس الوقت الريشة بتاعتي تبدأ تتحرك. فيبدأ يظهر الرقم كام الرقم واحد يبقى احنا هنا عارفين ان المكتب مسلا رقم واحد هو اللي بيرني. نفس الكلام بالنسبة لرقم اتنين ونفس الكلام بالنسبة لرقم تلاتة. وانا ممكن اخلي الكلام ده مسلا اه ممكن اعمله باكتر من فكرة او باكتر اه من دايرة. طيب. اه عشان ما ننساش. واحنا موجودين كده في نفس الموضوع. هستأذنكم. هندي واجه بسيط خالص. هقول لحضرتك. لو انا عايزك ترسم لي مسلا دايرة لمبين ارقام مخون من خمس ارقام. طيب نعملها ازاي? انا هديك الدايرة الخطية بتاعتك اهي. اهي دي الدايرة الخطية. كويس. بيقولك ده كده ايه المبين بتاعك. ادي رقم واحد رقم اتنين تلاتة اربعة مسلا ايه خمسة. وخارج منه رايح لمين? رايح للجرس بتاعي. بيقول ان المنبع جاي منه كام طرفين? بيقول ان الجرس رايح له كام طرف? طرفين. ده المبين اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? وهنا كمان بيقول لي ان نازل عندك هنا كده كم ضواغت يا شباب ها برافو عليكم احسنتو. الدواغت هتكون بعدد الارقام بتاعت المبين بتاعي. يعني ده هيكون كم ضاغت هيكونه خمس ضواغت. طيب ممكن ما يقوليش خمس ضواغت. اه ممكن ما يقولكش خمسة. طب يقول لي ايه تاني? يعرفها لك عن طريق عدد الاسلاك. يقولك ان هم كم سلك? هيبقوا ستة. واحد اللي هو المشترك بتاعك. تمام كده? والخمسة اللي خارجين على كل ضاغت يخرج طرفي وديه على ملف من الايه? من الملفات بتاعتي. هنعتبر ان ده اول اه واجب او هوم وركة عندنا في اه حلقة النهاردة. المطلوب من حضرتك ان انت تحول الدايرة دي من دائرة خطية الى دائرة تنفيذية. اسمها ايه? مبين ارقام او مبين اجراس. ولكن هنا عبارة عن خمس ايه? خمس اه ارقام. طيب دي فكرة كمان وحاجة موجودة في اه الحياة اه العملية. حضرتك اه ممكن تتخدم هذا الكلام. وفعلا بيبقى موجود ومستخدم. ممكن نستخدمه في الشركات او ممكن نستخدمه اه حتى كمان اه في اه المنازل. ممكن زي ما قلت نستخدمه في عمارة سكنية. في حد اه بيشوف طلبات الناس دي فعلشان يبقوا عارفين هو هيكلم مين بالزبط فبنحط له اه جرس. وبالتالي بأكد على حضراتكم ان منهجنا اللي احنا بندرسه موجود وبنتعامل معاه وبنتفاعل معاه في الحياة العملية. ولو طبقناه هيخلي الامور بالنسبة لنا اسهل بكتير من ان احنا نكون مش عارفين بنتعامل معاه ازاي. طيب ناخد دايرة كمان يبقى احنا اتكلمنا على الجرس وتكلمنا على مبين الارقام. نشوف مع بعضينا اه دايرة كمان. نبدأ بقى في حاجة اسمها دواير توحيد النصف موجة. طيب استأذنكم قبل ما نتكلم في الدايرة خليني نقول يعني ايه كلمة توحيد نصف موجة. اه موجة كاملة. طيار متردد ونحوله الطيار المستمر. اه العادي بتاعنا ان الطيار اللي موجود عندنا في البيت كله ده اسمه طيار متغير او طيار متردد اي سي. الطيار ده موجود واحنا بنشتغل عليه. لكن في بعض الاجهزة تشتغل على طيار دي سي. اللي هو زي طيار البطاريات كده مسلا سواء بطاريات العربية او مسلا حتى الحجر الالم الصغير ده اللي هو الاتنين اي اي او تات اي اي ده كله اسمه مصادر دي سي. ازاي بقى حضرتك دلوقتي لو انت ما عندكش مصدر طيار مستمر تاخد الطيار المتردد اللي عندك في البيت تحوله الى من طيار متردد الى طيار مستمر. العنصر اللي بيقوم بالقصة دي كلها وده اه اللي احنا اكيد اخد نفس النهولة في الاساسيات اسمه الديود او اسم المواحد. المواحد فكرته بمنطقة البساطة انه بيشيل نصف الطيار. يعني بيعدي نصف فقط. ممكن يعدي النصف الموجة او حتى ممكن يعدي النصف الايه النصف السادم. احنا هناخد الموضوع بالتدريج. يعني هناخد النصف موجة. وبعدها هناخد الموجة آآ الكاملة. وفي الاخر خالص هنحول الطيار المتردد ولكن سلاسي الى وجه ايه واحد ولكن دي سي. هنبدأ مع بعضينا ونشوف النصف موجة تبقى عاملة ازاي? بدأنا بالمنبع بتاعنا. ده المنبع اللي موجود قدام حضرتك. منبع طيار متردد. القيمة بتاعتي قيمة عالية. لان انا بتكلم على الجهد بتاعي او الطيار بتاعي كان متين وعشرين فمحتاج ان انا احط محول. المحول ده بيكون هدفه او وظيفته ان هو يقليل لي قيمة الطيار بتاعتي الى القيمة اللي انا محتاجها. يعني هتلاقي دايما ان دي سي تشتغل بقيم قليلة. آآ واحد ونصف فولت تلاتة فولت اتناشر اربعة وعشرين آآ مسلا يعني. وبالتالي محتاج ان انا عندي يكون عندي محول خفض. المحول ده بيخفض القيمة بتاعتي من المتين وعشرين الى القيمة اللي انت حضرتك محتاجها. لكن خلينا ناكد ان المحول ما عملش حاجة في الطيار. يعني ايه? يعني اقصد اقول ان هو لسه زي ما هو طيار متردد. يبقى الهدف الرئيسي هنا من الحركة اللي انا عملتها دي ان انا ركبت المحول بتاعي في الدايرة بتاعتي اني حولت الطيار المتردد آآ الجهد عالي او القيمة العالية الى قيمته ايه? الى قيمة منخفضة. طيب ايه بعد كده نعمل ايه? القيمة بتاعتي هنا مسلا ممكن نقول ان احنا قلنا ان المحول هيكون من ميتين وعشرين لتسعة فولت يعني بدخلوا ميتين وعشرين. اللي هي الكهرباء بتاعتنا بتاعت دي. وبيخرج لي هو تسعة فولت ولكن برضو التسعة فولت ايه سي. طيار ايه? طيار مطرد. طيب. نعمل ايه بقى? بنيجي مدخلي الطرفين ونركب اللي قدامكم ده. هو ده بقى المواحد او الضيوت اللي انا بكلم حضراتكم عليه. لو حضراتكم شايفينه هنا كده اهو. ده الضيوت بتاعي او ده آآ المواحد بتاعي. المواحد زي ما انتم حضراتكم شايفين. بيتوصل بطريقة معينة. ليه قطبية او ليه اطراف. يعني الطرف اللي هو بداية المسالة زي بنسميه آآ الانوت. والنهاية بتاعتي دي كده اسم الانوت. والنهاية دي دي نسميها الكاسوت. او بنسميه بالعربي المصعد آآ والمهبط. في الحالة دي او في الوضع ده هو ده النصف الموجة بتاعنا هو اللي هيعدي فقط والنصف السالب آآ مش هيعدي. طيب. آآ سؤال كمان هو الطيار الطيار ده طيار مستمر? آآ طيار مستمر. لكن نصف موجة. يعني ايه? يعني بيعدي نصف موجة فقط لا غير. طيب. الطيار المستمر ده اللي خارج هل طيار بتاعي آآ منتظم? لا. هتلاقي في حاجة اسمها شوشرة او ديستريوشن. علشان كده بركب المكسفات اللي موجودة قدام حضراتكم دي اللي بدورها بتبدأ تعمل عملية تنعيم للطيار آآ بتاعي. الحملة هنا لما هيتغزة هياغه طيار آآ نصف موجة طيار مستمرة نصف موجة. طيب عايزين نشوف شكل الخارج بتاعنا اللي آآ ظاهر معانا او اللي يظهر معانا ازاي. في الاول خالص هنقول ان الطيار المتردد بتاع من اللي احنا بنتكلم عنه بيكون عبارة عن موجة جايبية. ايه الموجة الجايبية دي? ها عبارة عن آآ موجة جايبية بتبدأ من الصفر معايا على الداتا هنا اهو شايفين برافو ها ويرجع تاني آآ الى الصفر. يبقى لو بدرس علاقة او بشوف علاقة ما بين آآ الجهد او ما بين الطيار من ناحية وما بين الزمن من ناحية تاني. بشوف العلاقة بينهم هنا ايه? ده شكل او ده آآ بيوضح لي شكل الموجة الجايبية بتاعة الطيار المتردد اللي احنا سميناه واتفقنا انه هو اسمه ايه? اي سي او الترنتين كارد. طيار المتردد ده انا عشان ادخله على الموحد اللي احنا شفناه من شوية. هلاقي ان الموحد بتاعي يبدأ يعمل يبدأ يعمل ايه? تبص تلاقي بيعمل عملية آآ قاس. يعني ايه قاس? يعني يعدي النصف الموجة. يعدي النصف الايه? الموجة والنصف السالب ما يعديش. يجي موجة يعديه. يجي سالب ما يعدهوش. وهكذا. يبقى ده بيشتغل ايه? نصف موجة. عشان كده سميناها داية للتوحيد. نصف ايه? نصف موجة. لاحظ معنا حضرتك هنا كده? ها? الطيار عمال ايه? عمال بقى منتظم. بدل ما بقى في الموجة وفي السالب بقى كله في الموجة. ولكن لسه ما بقاش ايه منتظم. شكل الطيار عامل كده يعني لسه ما بقاش الطيار المستمر اللي احنا ايه? اللي احنا عايزينه. علشان كده احنا بنحط في الدائرة او بنرك في الدائرة بتاعتنا المكسفات اللي بتقوم بحاجة اسمها عملية تنعيم للطيار بتاعي. ازاي تعمل عملية التنعيم? المكسف بيعمل حاجة اسمها عملية شحن وتفريغ. فالطبيعي والمنطقي بتاعي ان الطيار بتاعي اللي هيبقى خارج بعد ما اه ييجي المكسف. هتبصت تلاقي ان القيمة بتاعتك بدأت تكون قيمة ايه? قيمة اه منتظمة. وحولت الطيار بتاعي من طيار اه متردد الى طيار ايه مستمر اللي هو الدي سي. اللي ممكن اغزي به اي دائرة كهربية عندي. يعني ممكن حضرتك مسلا على سبيل المسال. كلام ده احنا بنعمله كتير جدا. موجود في حياتنا. اه موجود عندك مسلا دلوقتي بدل السخان ما كنا بنحط له الحجارة وكانت بتكلفنا. لا احنا بنجيب ادابتور بنجيب محول وجواه دائرة التوحيد. المحول ده بيخفض القيمة. وبعدين بندخلها على آآ دائرة التوحيد اللي احنا شفناها مسلا كده. بس التانية بتبقى الموجة كاملة. وبيبدأ يحولك الطيار المتردد للطيار مستمر. وبالتالي انت غزيت آآ السخان او الدائرة الكهربية اللي موجودة جوة السخان بقيمة اللي هو محتاجها من غير ما تكلف نفسك كل فترة ان انت تغير الحجارة بتاعتك. فكرة بسيطة جدا. ومش محتاجة حاجة لدابتور بيكون قيمته مش عالية ولا حاجة. لكن هيوفر لك كمية الاستهلاك الرهيبة اللي بتكون موجودة في آآ البطاريات الجافة اللي احنا كنا بركبها في السخان بتاعنا. آآ موجود كمان ممكن يكون عندي مسلا معين. ممكن يكون عندي مسلا بروازة او عندي آآ ساعة ديجيتال مسلا موجودة على الحيط. فبتستهلك حجارة كتير جدا. او اللي هي البطاريات. طب انا عمل ايه? برضو نفس القصة على الادابتور هيحليلي المشكلة دي. وبالتالي هيحول الطيار المتردد الى طيار مستمر. لكن هل بنشتغل بالدائرة دي? لا طبعا دي دائرة اسمها دائرة نصف موجة. ولكن آآ كان الهدف منها ان انت تعرف ايه اللي بيحصل آآ للطيار المتردد وازاي بيتحول من المتردد الى طيار مستمر. لكن احنا المفروض ان احنا بنشتغل بالموجة الكاملة. يعني احنا عايزين الموجة بالسالب يكون موجودين. مش عايزين ناخد نص ونسيب نص احنا عايزين نستفيد بكامل الايه بالطيار. علشان كده دلوقتي آآ هنرسم دائرة اسمها دائرة موجة آآ كاملة. دي هنا بقى بيحول لي الطيار المتردد لطيار مستمر لكن بياخد نصفاي الموجة. يعني بياخد الايه بياخد الاتنين. طيب. عندي هنا ايه? ادي المكونات. هنبدأ بشويش كده خالص ونقول. ادي المنبع بتاعي. تمام? اللي هو الطيار المتردد الان متين وعشرين فولت. ويادي المحول بتاعي اهو. اللي هو يخفض للقيمة بتاعتي. هنا بقى القنطرة عبارة عن كم واحد ها? اربعة. راحز معايا كده. طيب. الاربعة دول عاملين ازاي? ايوا. فيه اتنين منهم آآ نقطتين اللي ما بين القنطرة يتوصلوا على المنبع. والنقطتين التانيين هيتوصلوا على الحمل. يبقى القنطرة عبارة عن اربع موحدات. لو هتلاحز ان كل اتنين في فرع ماشيين ورا بعض. يعني لو افترض ان ده كده اتجاهه كده. شايف اهو? شايف? ده الانود وده الكاسود. تمام? وده نفس القصة برضو في نفس الايه بيبص في نفس الاتجاه. والاتنين اللي تحت نفس الكلام. لكن كل فرع ماشي ايه? ماشي لوحده. يعني واحد فين بيمرر النصف الموجة والتاني هيمرر النصف الايه السال. طيب. هي الده اللي دي مش محتاجة يكون فيها مكسفات طبعا. احنا عملناها توضيحي في آآ نصف موجة. ولكن احنا محتاجينها هنا كمان عشان كده هنركب الايه? المكسفات بتاعتني. في الدائرة دي هنا هتلاحظوا حضراتكم ان المحول بتاعي آآ متين وعشرين فولت. بيديني ستة فولت. يعني بيدخلوا متين وعشرين وبيخرج منه آآ ستة فولت. ان مجموعة الديوضات بتاعتي زي ما انتم حضراتكم شايفين كل اتنين بيشتغلوا في نصف آآ موجة. وفي الآخر خالص بيطلع عن موجة الكاملة بتاعتي وتمر على المكسفات علشان تعملها عملية التنعيم اللي احنا كنا بنتكلم عنها. طيب احنا محتاجين نشوف الخارج ده. احنا مش معنا هنا لكن نقدر نقول او نرسم شكل الموجة اللي هتكون خارجة معنا. هنرجع تاني على الداتا ونقول ان احنا اتفقنا ان الموجة الجايبية بتاعتي اللي انا كنت آآ بتكلم عليها. تمام? اهي. هاي دي الموجة الجايبية. لسه انا طيار آآ متردد ايه سي. الموجة الجايبية بتاعت بتبدأ كالعادة من الصفر اقصى قيمة والصفر اقصى قيمة وهكزا. ويفضل ايه? ويفضل يتكرر. دايما بنقول الطيار المتردد تعريف وايه يا شباب ها? طيار متغير في القيمة والاتجاه. شايفين? اهو بيتغير. بيتغير في القيمة تمام? وبيتغير في اتجاه. مرة في الموجة ومرة في الايه? ومرة في السالح. طيب. الموجة الكاملة هتعمل ايه بقى? هتحول الطيار المتردد ده. آآ الى طيار مستمر ازاي? انا عندي اربع مواحدات. كل اتنين منهم هيشتغلوا في نصف موجة منهم. يعني ايه? يعني هتلاقي ان كل اتنين قصوات بعضيهم هيشتغل مع بعضيهم. في الرسمة بتاعتنا اللي كانت موجودة تلوقتي هتلاقي ان واحد وآآ اتنين بيشتغلوا مع بعضيهم. ويتلاقي ان تلاتة واربعة بيشتغلوا مع بعضيهم. طيب. آآ الرقم واحد ده هيعديه للنصف الموجة. ايه دي النصف الموجة بتاعي اهو? كويس? يبقى كده عادة منه رقم واحد. طيب لما ييجي النصف السالب هيعدي برضه. تمام? وبعد كده النصف الموجة والنصف الايه? السالب. علشان كده سمتها ايه? نصف موجة? لا سمتها موجة كامل. دي اللي كانت نصف موجة. طيب ليه نصف موجة? عشان مرة عندي طيار ومرة بصفر. مرة الطيار بقيمة ومرة بايه? ومرة الطيار بتاعي بصفر. لكن في الموجة الكاملة كلا النصفين بيعادوا معايا وبيخرجوا. وبالتالي انا بحصل على الطيار بتاعي الموجة الكاملة. طيب. آآ الطيار ده خارج بس مش ناعم. فيه شوشرة عمال يطلع وينزل. مزبزب زي ما بنقول. نعمل ايه? بندخله على مجموعة المكاسفات. المكاسفات بقى بتحول للطيار المزبزب ده اللي هو فيه كده او شوشرة. بتحوله لي الى ايه? الى طيار آآ مستمر. قيمته آآ سبتة. وبالتالي هنقدر تستخدم هذا الكلام. الدايرة دي على فكرة تقريبا كل الاجهزة الكهربائية اللي عندنا بتشتغل بها. يعني آآ ما فيش دايرة في الدنيا محتاجة دي سي. وانت حاططها عندك في الطيارة المتردد. الا لما تشتغل بهذه الدايرة. تطبيقها وتنفيذها سهل جدا. في اوقات تانية هننفزها مع بعضينا ان شاء الله عملي. لكن خلينا نقول ان هي من الدوائر المهمة جدا. اللي موجودة فعلا وآآ حرفيا في الاجهزة الكهربية. ممكن حتى تلاقيها كمان في شاحن موبايلك. آآ او حتى آآ في بعض الدوائر الاخرى اللي عندنا. آآ لان من خلالها بمساعدة المحول بحول الطيارة المتردد الى طيار آآ مستمر. وبالتالي بيحل لي مشكلة كبيرة جدا. كانت مقابلاني ان انا كنت بستهلك كمية من البطاريات بدون داعي او بدون مبرر. طيب. نشوف مع بعضينا دايرة كمان. هنا آآ بنتكلم على سلاسي الاوجو. وخلينا نقول ان في السلاسي الاوجو. هنبدأ بقى نتكلم ازاي نستفيد بهزا الطيار آآ ونحوله من طيار متردد سلاسي الاوجو. الى طيار مستمر وجه واحد. طيب. آآ حضرتك دلوقتي هنبدأ بالدارة الخطية. عايزين نتفق ونتعود. وهنا دايما بنقول لطلابنا كده في سنة تالتة. آآ يا جماعة احنا لازم نقرأ الدارة دي. يا مصر هي الدارة دي بتتقري? آآ بتتقري. طب نقرأها مع بعض كده. حاضر. هنبدأ في الاول خالص نقول ان انا ببدأ كالعادة دايما وابدا ببدأ بالشبكة بتاعتي. اهي اهي دي الشبكة بتاعتي. الشبكة دي هتكون كم طرف? هتكون تلات اطراف. اهو الخط الميل ده كده. هم كم خط الميل تلاتة? معناها ان الخط ده هيبقى عبارة عن تلات ايه خطوط. علشان كده انا قلت طيار مطرد. نازل عندي الخط بتاعي آآ مركب عليه آآ تلات مصيرات للحماية. رمز المصر ده عارفينه. وبعد كده حط عليه تلات شرط او تلات ايه خطوط. ثم بعد ذلك داخل على مفتاح. المفتاح ده هيكون مفتاح سكينة آآ يدوي سلاسي الاوجه. طيب عندي بعد كده ايه? عندي بعد كده الدايرة بتاعتي هنا دي بيتمثل حاجة اسمها المحول بتاعي. المحول بتاعي ملفاته متوصلة ايه يا شباب ها? دلتا نجمة. ممكن يغير اه ممكن يخليها نجمة نجمة. لكن لازم آآ ملفات الثانوي تكون متوصلة نجمة. ايه السبب او المبرر اللي يخلي حضرتك توصله نجمة? او اكيد برضو في سبب او في مبرر يخليك تقوم بهزا الايه? بهزا الكلام. لان بمنتهى البساطة لازم تكون حضرتك فاهم وعارف كويس جدا ان الدايرة بتاعتك دي لازم تحتاج منها نقطة التعايد اللي هي علشان تكمل الدايرة بتاعة الطيار المستمر. طيب. يطلع بعد كده من المحول ياخد الخارج بتاع المحول اللي هو المفروض تلات اسلاك ويدخلوا منها على تلات ضيوت. تلات موحدات. تمام? يتحولوا الطيار المستمر وبعد كده يجي ايه وياخد القناة بتاعته يدخلها على مفتاح سكينة ثم على المسهرات وفي الآخر يغزي بهم شبكة الطيار المستمر. لاحظوا هنا ان الفرق ما بين السلاسة الاوجه هنا وما بين الوجه واحد غير ان هو فيه عنده اكتر من شرطة او اكتر من اه حاجة يعني ان هم هناك كان بيستخدم محول فكان بيخفض القيمة بتاعتي القيمة العالية كان بيخفضها وبيخليها لي ستة او تسعة او اتناشر فولت هنا لا انا هاخد القيمة زي ما هي بس بدل ما هي هتكون طيار المتردد هتكون طيار مستمر طيب المحول موجود اه يؤدي الدور لو المحول مش موجود يبقى انا هتبقى عندي مشكلة ان القيمة هنا تكون عالية جدا مقارنة بالدوائر اللي بتحتاج بتكون اه بتحتاج جهود صغيرة جدا وبالتالي اه لا المتين وعشرين اللي هي بتاعة المنازل ولا التلتمية والتمانين اللي هي السري فيز اللي احنا اه بنتكلم فيها محتاجين الكلام ده خالص لا الموضوع ابسط من كده بكتير احنا بنحتاج قيم قليلة علشان كده لازم نكون محول طيب المحول كان موجود المرة اللي فاتت اه المرة اللي فاتت كان محول بس كان واجه واحد اه بمعنى ان حضرتك مسلا محتاج هم طرفين داخلين وطرفين خارجين لكن في النوع ده من المحولات بيكون محولات سلاسية الاوجه يعني بيكون فيه تلت بدايات وبيكون فيه تلت ايه تلت نهايات الشرط الاساسي اللي انا اشترطته على حضرتك في الدائرة دي ان لو كنت هتشتغل بتلت موحدات بس لازم يكون معاك اه نقطة التعادل اللي اتخدها من النجمة وبالتالي لازم ملفات اه سنوية تكون متوصلة توصيلة النجمة عشان استعين بالنقطة الرابعة اللي هي نقطة الايه التعادل طيب الكلام ده احنا عايزين ننفيزه مع بعضينا عادي جدا نفيش مشكلة هنبص مع بعضينا هنا هنبدأ في الاول خالص نرسم اه الشبكة بتاعتنا ايه دي الشبكة اهي ثم بعد ذلك بنزل بالتلات اطراف وركب عليهم التلات مصورات بتوعي ثم بعد ذلك مفتاح السكينة السلاسي بعد كده عندي الملفات عندي تلاتة اللي في الاول اللي هما الدلتا تمام اهي نهاية بالداية نهاية بالداية وبعد كده بوصل اه النجمة وبعد كده بخرج من التلاتة دول وادخل على التلات اه موحدات وفي الاخر باخد طرف من الموحدات واخد طرف من المفتاح بتاعي واوصلهم مع بعضيهم من خلال المفتاح على مين على شركة الطيار المستمر. ما تنساش انك زي ما حاميت الدايرة فوق وركب مصورات انك برضو لازم انتركب لي وتحميلي الدايرة وتركب مصورات في الجزء الاسفل او في الجزء اه اللي تحت اللي عند حضرتك. طيب. النهاردة بقى احنا عايزين اه نكون مختلفين شوية ان احنا بدل ما اه الدايرة مرسومة ونشرحها احنا عايزين احنا اللي نرسم الدايرة بتاعتنا. طيب نرسمها ازاي مصطر موضوع سهل جدا. ايه دي اه المصطرة بتاعتنا. تمام? وايه دي الورق ونشوف مع بعضينا هنتعامل معاها ازاي? دايما بنقول ان لو الرسمة بدأت مزبوطة فمليون في المية هتكمل مزبوطة. ولو فيها خطأ هيكمل الخطأ ده ويكون موجود معاك. هحط المصطرة بتاعتي. ولكن انا لما بحط المصطرة بتاعتي اللي هي مصطرة النجمة والدلتا زي ما بيسموها بعض الطلبة او بيسموها الشبلونة بتاعة الاغصام الكهربية. بزبط الورق بتاعتي بحيس ان آآ بداية المصطرة يكون على بداية الورق. لازم توازي آآ الورق بتاعك او المصطرة بتاعتك على الورق من فوق من هنا كده لازم ان تكون موازية. وكمان تكون موازية منين? تكون موازية من الجنب. يبقى النقطة دي مهمة جدا ان احنا نوازي في الحالتين. طيب اول ما وزينا ها عندي هنا هبدأ دايما بالشبكة. والشبكة هنا هتلاحظوا ان الشبكة اللي موجودة عندي في المصطرة كم طرف يا شباب ها? هبوروا عن طرف ايه. لكن انت كنت قايل في الرسمة من شوية ان الدائرة الخطية بتقول ان دول كم واحد تلاتة صح كده? بسيطة. هنعمل ايه? هنيجي نقول ادي واحد. ادي الخط الاولاني اهو. وادي الخط التاني. طيب وبعدين كده خطين بس الخط التالت نعمل في ايه? عادي جدا. ايه هو هنيجي محركين المصطرة. يعني نجيب الخط اللي فوق ننزله على الخط اللي احنا نسمناه تحت. ونرسم الخط الايه? ونرسم الخط التالت. اوليك احنا عملنا ايه? اهو. عملنا تلات خطوط. خطوط بتاعتي متساوية او اه متوازية. خطوط زي ما انتم حضراتكم شايفين مزبوطة معايا بالنسبالي. وببدأ اه بعد كده اكمل الدايلة بتاعتي. المفروض او من المفترض ان انا لما عملت الخط التالت ده ما كنتش اشيل المصطرة. او انا ما بطلبش منك انك تشيل المصطرة وتحرك ايدك. ليه? لان لسه الدايلة ما كملتش. انا محتاج او عندي شوية عناصر تانين. اللي هم ايه? احنا نسمنا الشبكة. تمام? بعد كده نبدأ نرسم المصهرات. ادي مصهر. اه دي اتنين. اه دي تلاتة. يبقى اه في ترتيبة دايما بنقولها كده بنقول ايه? شبكة ومصهر ومفتاح. اه دي الشبكة عملناه. اه دي ايه المصهر. ممكن اعمله اه وجه واحد. يعني اخلي اتنين بس هنا محتاجها سلسل اوجه فرسمت التلات ايه مصهرات. طيب المفتاح بيكون عندي ادي نقطة اتنين تلاتة. وعندي هنا ايه ادي ريشة. اه دي اه دي تلاتة. تمام? التلات نقط اللي فوق اللي انا رسمتهم دول. التلات نقط دول اللي انا رسمتهم. بتحرك بالمصطرة بتاعتي. بعد تنزله تحت ويجو على مين? على آآ بدايات الريش بتاعتي. اه دي نقطة هنا اهي? اه دي اتنين. اه دي آآ تلاتة. ايه دول كم نقطة شباب? تلات نقاط عندي. ايه انا دلوقتي بدأت ورسمت التلات حاجات الاساسية اللي هما ايه? شبكة والمصهر والمفتاح. المفروض او من المفترض ان انا آآ رسمي كله بيكون بخط خفيف. ليه? لان حضرتك ما تنساش ان انت همحتاج عندك زيادات محتاج تمسح. علشان كده ببدا انا بالمصطرة بتاعتي كده واعمل خطوط خفيفة. تمام? اول خط هياخد من آآ رقم واحد لحد المفتاح. وبعد المفتاح بنزل بخط ايه? بخط خفيف. تمام? نفس الكلام بالنسبة لرقم آآ اتنين اهو رقم اتنين معي اهو. وينزل بخط خفيف. رقم تلاتة نفس الكلام برضو. اه دي رقم تلاتة بالنسبة لي. وينزل معي ايه? بخط خفيف. يبقى الخطوط دي انا بعملها خطوط خفيفة لان انا لسه همسح فيها واشتغل وهعمل آآ عليها حاجات. طيب احنا آآ نفتكر كده الدائرة قلنا ايه? شبكة ومصطرة مفتاح. بعد كده عندي المحول بتاعي اللي هو المحول السلاسي الاو. المحول اللي هو كان حابب ان هو يخليه ايه? كان حابب ان هو يخليه دلتا نجمة. طيب نعمله ازاي دلتا نجمة? الملفات بتاعتنا ممكن نرسمها باكتر من شكل. عندي اصلا موجود هنا هتلاقي عاك ان انت عندك شكل الدلتا بتاعك موجود اهو. اه ممكن دلتا كمان صغيرة. موجودة عندي النجمة الكبيرة وموجودة عندي اه النجمة الصغيرة. اه الادوات اللي معاك فكرة ان انت تستخدمها صح ده اصلا في حد ذاته بيخليك تقدر تستفيد من كل الامكانيات اللي موجودة في ايدك. علشان كده حضرتك من المفترض ان انت تكون عارف في الاول اه كل عنصر ترسمه ازاي? وازاي تتعامل مع الرسمة بتاعتك اللي هي موجودة اه قدامك. طيب نرجع نكمل الرسمة ع بعضينا. هنبدأ نحط توصيلة الدلتا قدامي حل من الاتنين. يا اما احط المثلث بتاعي اللي انا كنت بكلم حضرتك عليه ده. ادي المثلث الاولاني اهو. تمام? وبقول ادي نقطة. ادي اتنين. ادي تلاتة. تمام? وادي ملف. ملف الاولاني. ادي الملف التاني. ويادي الملف التالت. يبقى انا عملتها بشكل المثلث يعني انا بقول انه ازرف وقاشك شوية. بس انا عندي مشكلة ايه هي المشكلة? ان ان دايما النقطتين دول هيكونوا مش على نفس الخطين الاول والتالت. طيب هو مبدئيا اول حاجة انت بتعملها حضرتك ممكن تعمل ايه? بتيجي موصل النقاط دي كده. بوصل النقاط بتاعتي اه بالدوير. بهذا الشكل. تمام? والوجه التاني نفس الكلام برضو. اهو. تمام? وادي كمان الوجه التالت بتاعك. يبقى انت هنا ايه? قدرت توصل الاوجه التلاتة. بتوصل كل ملف فيهم بالبداية والنهاية بتاعتها. انا عارف ان دي ملفات. وعارف ان انت بتقول لي دلوقتي الملفات دي كده مش مزالة. ده غلط. وانت كلامك مزبوط. لكن انا بأجل التصليل لاني ما تنساش ان حركة المصطرة دي الحركة بتاعتها فوق الكراسة او فوق اللوحة بتاعتك اللي انت بترسم فيها هيضهن اللوحة ويخليها آآ سودة. علشان كده دايما بنقول ان التصليل ده خطوة ايه? خطوة اخيرة. اللي وبعد ما خلص الرسمة بتاعتي ابدأ ازلل وابدأ ازهر ايه? المكونات بتاعتي. طيب. الخطوط هنا بقى. الخطوط هنا هتلاقي ان الخط ده نازل فين? مش نازل على البداية بتاعتك. شايف البداية فين? اهو. طب الخط فين? اهو. يبقى في مسافة ما بينه. عادي جدا. هنعملها ازاي? كل الحكاية في اكتر من طريقة. في ناس بيعملوها ككيرف. كآآ دايرة كده مسلا يعني او قوس. في ناس بيحبوا يعملوها خطوط آآ مستطير. طيب. انت حابب تعملها ايه? عادي اي حاجة كله سيان بالنسبة لي. هافترض معاكم مسلا يعني ان انا هاخد عايز اعملها بشكل كده هندسي. فهقول مسلا هعملها بالمربع ده. هحط المصطرة بتاعتي. واقول ان الطرف ده يطلع معايا. اللي هو ده كده اهو. يطلع لبرة. عمل لي زاوية القيمة. شايف الزاوية القيمة? اهي. عمل ايه? زاوية القيمة. نفس المسافة. شايف المسافة دي? يعني انت تبقى اختار مسافة ايه? آآ محددة. نفس المسافة برضو هعملها بنفس الكلام من الناحية التانية. هطلع برضو كده. واعمل الايه? واعمل الخط بتاعها. يبقى الخطين دول كده انا عملت بيهم زاوية القيمة عشان اضمن ان السلك ما يكونش آآ او الخط بتاعي ما يكونش معوك. طيب تمام? هنكمل لحد فين? هنكمل لحد بداية الوجه اللي في النص. لان هو ده هيكون العلامة اللي احنا هنشتغل بيها او اللي احنا هنشتغل عليها. يعني هاجي كده عند الخط اللي في المنتصف ده. وهبدأ هعمل آآ الخطين بتاعي بهذا الشكل كده. يعني هقول الراجل ده انت طلع فوق اطلع. ما عنديش مشكلة خالص. اهو. والخط ده نفس الكلام. ماشي. ونبدأ ناخد الاتنين دول بحيس ان الخط كل خط فيهم يبدأ ياخد الايه المسار بتاعه. اهو. يبقى انا كده عملت الايه? عندي هنا زاوية قيمة. وعندي هنا آآ زاوية قيمة. وبالتالي حصلت على القيمة بتاعتي او الشكل بتاعي اللي انا كنت عايزه. بقي عندك بس انك انت اتوصل لي. يعني ايه اتوصل لي? يعني حضرتك هتيجي موصل للطرف ده كده. وتوصل للطرف ده كده. تمام? اهو. يبقى انا كده ايه? يبقى انا كده دخلت التلات بدايات بتوعي. دخلتهم على البدايات بتاع توصيلة الدلتة. طيب حضرتك مسلا في حد هاخدهم كده. تمام? ما فيش مشكلة خالص. عادي كده مسلا او ايه? او آآ قوس. تمام? دي ملفات الاولية اللي هي ملفات آآ الدلتة. ملفات النجمة هتبقى عاملة ازاي? سهلة جدا. ملفات النجمة هنا هتلاحظوا حضرتكم ان بيعملها باكتر من شكل او باكتر من آآ طريقة. يعني ده شكل انهم بيحطهم بتاعة جنب بعضيهم. لا احنا نعملهم آآ بشكل مختلف. آآ اللي هو ازاي? عندي هنا نجمة اصلا موجودة في المستورة بتاعتي اهي? اهي دي النجمة عندي. بيكون لها كم طرف? بيكون لها برضو ديها تلات اطراف. موجودة معي اهو. احط النجمة بتاعتي. بحطها بس بوازيها على توصيلة الدلت. او بمعنى اضق بوازي الملف اللي في المنتصف على الملف اللي في النص في توصيلة ايه? في توصيلة الدلت. طيب. بس راعي ان الاتنين ما يدخلوش على بعضيهم لان ما تنساش حضرتك ان الدلتة هنا ايه? ان الدلتة هنا لها تلات برضو بدايات زي النجمة بالزبط. تمام? ادي نقطة. ادي اتنين. اه دي تلاتة. والنقطة اللي في المنتصف بققوا كام? بقوا اربعة. طيب. ادي ملف. ادي اتنين. اه دي تلاتة. اه كده ايه? التلات اطراف بتوعي. طيب. اه الدلتة دي ممكن نعملها بالشكل ده عادي جدا والنجمة او ممكن نعملها بالشكل التقليلي بتاعي اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو كان موجود معنا. طيب. يبقى احنا دلوقتي كمان انا مش بس بشرح الدايرة انا بس حابب اعلمك ازاي تستخدم المسطرة. وازاي تطلع اه الرسومات دي بالشكل اللي انت حضرك حبه او عايزه. عشان نقدر نستفيد من كل المزايا اللي موجودة في المسطرة بتاعتي. طيب. انا هنا رسمت توسلت الدلتة وتوسلت النجمة وتمام وزي الفل. باقي عندي بس ايه قصة الخطوط نفسها تطلع ازاي? آآ هقول مع بعضنا هنا كده ان انا اصلا عندي ده خارج ايه? طرف اهو. ويخرج كمان طرف تاني. ويخرج كمان طرف آآ التالت. ادي التلت اطراف خارجين معايا بالنسبالي. التلت اطراف دول آآ بيكونوا بنتعامل معهم ازاي? آآ مع ليش? علشان بس الورقة ما يكملش. هنقول مع بعضنا ان انا هوصل عليهم التلت آآ موحدات. التلت موحدات بتوعي ياخدوا آآ الخارج منهم. يعني ادي الموحد الاولاني. ادي آآ الموحد التاني. وادي الموحد التالت. التلاتة دول باخدين التلت اطراف اللي جايين من اين? اللي جايين من توصيلة النجمة. باخد الخارج بتاعهم. كويس. واقول ايه? ادي كده طرف. يبقى ده مسلا وليكن ايه? الموكب. طيب السلب هجيبه من اين? من نقطة التعادل دي شايف النقطة دي? شايف دي كده? دي اسمها نقطة التعادل. تديني الطرف اللي ايه? التاني اهو. واعمل عليهم مفتاح آآ سكينة. واعمل عليهم اليد بتاعتي. واقول كده ان انا خدت الطيارة المستمر. ده الموجب بتاعك اهو. وده الايه? وده السهل. بخرج بعد كده من آآ القصة بتاعتي. اوصل مرة على الطرف الاولاني. ومرة على الطرف التاني. ما تنساش انك تحط لي آآ المسهرات بتاعتك. بهذا الايه? بهذا الشكل. الدايرة دي ممكن آآ لو بسيتوا معايا هتلاقوا ان هنا كان بيتكلم على دايرة آآ سلاسي الاوجه. تمام? ممكن آآ بدل ما يقول لك ان هما تلات موحدات. يقول لك ان هما ستة موحدات. لاحظ معايا كده. اهو. ادي الفرق ما بين الاتنين. دي نفس الدايرة اللي فاتت بالزبط. بس هنا الفرق ان هما كان ستة موحدات. الجزء الاولاني مفيش اي كلام. يعني شبكة مصهر مفتاح. والمحول نفس الكلام بالزبط. بس على حسب نوع توصيل الايه? المحول بتاعي. وبعد كده بتبدأ حضرتك. آآ تنفز الدارة بتاعتك. وتبدأ تعمل الموحدات. طيب انا بعملهم ازاي الموحدات بتاعتي. ما انا برضو عايز اعرف اشوف الشكل بتاعي اللي خارج بيكون عامل ازاي. انا هنا بعمل تلات خطوط. كل خط في هم بيكون عليه تلات موحدات. وبعد كده ببدأ ااخد اللي خارج منهم. يعني بجمع البدايات مع بعض. ادي طرف. والنهايات مع بعضيهم ادي طرف. وفي الاخر خالص بوصلهم على المفتاح. ومنه بوصلهم على الشبكة بتاعت الطيار المستمرة. آآ احنا كده النهاردة اتكلمنا على آآ اكتر من جزئية. يعني بدأنا في الاول بالجرز وازاي نعمل الجرز بتاعنا من اكتر من مكان. ويعرفنا مع بعضينا ازاي نخلي عندي اكتر من ضاغط او اكتر من جرز. وازاي نضيف كمان ان احنا هيكون عندنا لامة بيانة علشان تنور وتعرفنا ان في حد موجود. آآ تعلمنا بعضينا النهاردة ازاي نعمل دوائر التوحيد. بدأنا بنصف موجة اللي كان بتستخدم ضيود او مواحد واحد. وقلت ان احنا بس بناخدها عشان ندرس. لكن احنا في الاصل بنشتغل او الدوارة عندنا والاجهزة بتشتغل بالموجة الكاملة. الموجة الكاملة بيكون عبارة عن اربع موحدات. كل موحدين بيشتغلوا في نصف. يعني اتنين بيشتغلوا في النصف الموجة والاتنين التانين بيشتغلوا في النصف الايه? آآ السالب. زي ما انتم عارفين ان المواحد اصلا بطبيعته بيكون في حالة انحياز امامي. لو انا بدخل موجة مع موجة. لكن لو دخلت الموجة مع السالب بيكون في حالة انحياز عكسي. فيتلاقي ان دايما في الوقت اللي فيه عندك مواحدين شغالين فيه اتنين اصلا اف مش مش شغالين مش بيمراروا آآ الطيار. وبالتالي هنا بيقول ان دي آآ آآ عنده جزء بيشتغل في النصف الموجة وجزء بيشتغل في النصف الايه السالب. طيب آآ بعد كده بعد ما خدنا دوار التوحيد اكدت ان سواء النصف الموجة او الموجة الكاملة. اللي اتنين بيكونوا متشابهين في ان لازم ان يكون فيهم مكسفات. وهنا دور المكسف عملية التنعيم. بينعم الطيار عشان يدي طيار ما فيوش اي او شوشرة يعني. وبالتالي حضرتك تقدر تقول كده ان انت خدت او حصلت على الطيار بتاعك. طيب ايه كمان آآ كمان عندي بيقول لي انه آآ عنده دوارة توحيد السلاسة الاوجه. الفرق بس ما بين الاتنين ما بين دوارة توحيد السلاسة الاوجه انه ممكن يشتغل بتلات موحدات او بست موحدات. الفرض الوحيد عليك انه لو ادي لك الدايرات بتلات موحدات لازم لازم محتما ولابد يكون التلات موحدات دول بيتوصلوا على ايه? بيتوصلوا على نقطة التعادل معاه يعني عشان تبقى عندك موجب وسالب هتاخد الموجب من الموحدات وتاخد السالب آآ من نقطة التعادل وبالتالي يبقى انت هنا كملت الدايرة ايه? الكهربائية. الدايرتين الى حد ما متشابهتين يعني الشبكة والمصهر والمفتاح. التلات اجزاء اللي موجودين فوق دول آآ متشابهين. ما عند لاش مشكلة فيهم اطلاقا. فدي برضو نقطة نكون مراينها آآ علشان خاطر حضراتكم تكونوا آآ معانا. آآ هسا ازينكم آآ نرسم مجموعة الرسومات دي. آآ الحلقة بتنزل على اليوتيوب على آآ رابط قناة آآ مصر للتعليم الفني. وبتتزع في التلفزيون. وحضرتك المفترض ان ان انت تبدأ تنفز الدوائر دي. وترسمها. احنا موجودين معاك على مدار الساعة. بحيث ان حضرتك لو عندك اي سؤال نرد عليك. آآ نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.